كشف مصدر مسؤول بالنادي الإسماعيلي عن حقيقة ما تردد عن وجود عروض من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط الفريق الغاني يو أنور وقال المصدر في تصرحاته لا توجد أي عروض خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع يو أنور مضيفا لم يصل إلى النادي الإسماعيلي أي عروض سواء من أندية عربية أو أوروبية لضم اللاعب وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشرت إلى وجود عرض من نادي بوردول فرنسي لضم اللاعب وأكمل المصدر إدارة الإسماعيلي منحت اللاعب 50% من مستحقاته المالية المتأخرة لتأمين عدم رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة وشدد على أنه لا يوجد أي تخوف بأن اللاعب من الممكن أن يهرب من صفوف الدرويش خلال الفترة المقبلة وعلى جانب آخر يبحث النادي الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة إضافة عضو جديد إلى اللجنة الفنية وكانت إدارة النادي الإسماعيلي قد اعتمدت تعين كل من الكابتن إسماعيل حفني والكابتن أحمد العجوز وتم قبول اعتذار محمد وهبة عن التواجد باللجنة ومن ناحية أخرى أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خطاب رسمي للتحاد الدولي لكرة القدم تضمن طلب تعويض مادي لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار وذلك في الملف الخاص بهروب اللاعب فرناندو دون اختار أي مسؤول بالإسماعيلي وهناك رغبة جادة من إدارة الإسماعيلي بأن يتم الحصول على التعويض الأدبي للنادي بخصوص هذا الملف خاصة وأن اللاعب هرب دون اختار أي مسؤول بإدارة الدرويش وفي سياق آخر يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريبه الرئيسي غدا السبت في إطار الاعداد لمواجهة المصري والمقرر لها يوم الأحد المقبل ويسعى الإسماعيلي من خلال هذه المباراة المرتقبة إلى مواصلة الانتصار وذلك بعد الأداء الجيد خلال المواجهة الأخيرة أمام إمبي وكان الإسماعيلي قد حقق انتصار على إمبي بالمباراة الأخيرة بهدف مقابل هدف وتشهد هذه المباراة غياب عدد من اللاعبين عن صفوف الإسماعيلي بسبب الإيقاف والإصابة وهم باهر المحمدي ومحمد حسن بالإضافة إلى غياب عمر الوحش للإصابة ترجمة نانسي قنقر